كانت الصين محط انظار قادة النيتو في قمتهم. ويبدو ان ملف التهم المعد لبكين كان ساخنا على طويلة القمة. وما جاء في البيان الختمي يلخص القصة ويعطي رسالة مقروئة بوضوح. بيان الحلف يقول ان الصين اصبحت عاملة تمكين حاسما لروسيا في حربها ضد اوكرانيا. من خلال ما يسمى بشراكة بلا حدود معها ودعمها الواسع لطاق للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية. تصعيد صيني جاء على عجل من البعثة الصينية لدى الاتحاد الاوروبي. والتي قالت في بيان يجب على حلف شمال الاطلسي ان يتوقف عن تطخيم ما يسمى تهديدا صينيا وان يتوقف عن التحريد على المواجهة والتنافس. وكان لفتا اشارة بيان البعثة الى ان القمة مليئة بعقلية الحرب البريدة والخطاب العدائي. وهو ما كانت دول النيتو قد المحت اليه حين لم تكتفي باتهام الصين بدور في اوكرانيا. بل تحدثت عن الترسانة نووية الصينية. التصعيد لم يتوقف عند البيانات اذ اعلنت وزارة الدفاع التايوانية انها رصدت ستا وستين طائرة وسبع سفن تابعة للجيش الصيني حول تايوان. وهو ما نظر اليه على انه رسالة من بكين لواشنطن التي تدعم تايوان وسبق ان عايشت الجزيرة ازمة وصلت الى حد التلويح بعمل عسكري. هذه المعطيات تثير تساؤلات حول ما يحدث. ففي الاسابيع الاخيرة اصبحت العلاقة بين الصين وروسيا موضوعا ساخنا على الساحة الدولية. ومع تصاعد التوترات على الارض. تزايدت التكهنات حول ما اذا كانت الصين ستتخذ موقفا اكثر حزما لدعم روسيا. وكيف يمكن ان يؤثر ذلك على الديناميات في اوكرانيا وقادة النيتو يعبرون عن قلقهم. من ان التعاون الصيني الروسي ان كان فعلا قد يقلب موازين الصراع. من جانبها اكدت الصين ان دعمها لروسيا يأتي في اطار التعاون الاستراتيجي وليس له علاقة مباشرة بالحرب في اوكرانيا. ومع استمرار التوترات وتصاعد التصريحات الحادة يبقى السؤال الكبير. هل ستشهد الحرب في اوكرانيا تصعيدا? هناك من يرى ان الاجابة قد تكون في يد الصين وروسيا. واذا قررت الصين تقديم دعم عسكري لروسيا فقد نجد انفسنا امام مرحلة جديدة من الصراع قد تكون اكثر دموية وتدميرا. وفي الوقت ذاته لا يمكن تجاهل التحركات الغربية التي قد تزيد من الضغط على بكين. وتدفعها لاعادة النظر في استراتيجيتها مع روسيا حليفتها التقليدية.